بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين استطرم أستاذ المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء سنقف عند فارق الدلالة بين كلمة الكفار وبين كلمة الكافرين وذلك وفق قواعد لسان كتاب الله تعالى من المعلوم أن هتين الكلمتين متفرعتان من الجذر كافارا وكلمة كافر هي اسم فاعل تصف لنا شخصا بذاته جاحدا للحق وجمع هذه الكلمة كافر هي كلمة كافرين فكلمة كافرين هي جمع مذكر سالم لاسم الفاعل كافر وتعني مجموعة من الأشخاص كأشخاص كل واحد منهم هو كافر انظروا في قوله تعالى قولوا تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ما نراه أن كلمة كافر تصور لنا فردا جاحدا تصوره كفرد ولننظر في قوله تعالى يقول تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ردسا إلى ردسهم وماتوا وهم كافرون أيضا انظروا في قوله تعالى وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَهُ يعني ما أود قوله أن صيغة جمع المذكر السالم لاسم الفاعل كافر هي كلمة الكافرين وهذه الصيغة تعني ذوات الأشخاص الذين كل واحد منهم كافر أما كلمة كفار أما كلمة كفار فهي على وزن فعال وهي صيغة جمع تكسير وهذه الصيغة ليست خاصة بالأفراد فقط إنما تشمل تفعيل الكفر تشمل تفعيل الكفر بكل حيثياته كممارسة يتم بها الإفساد الكفار تعني أفرادا يمارسون كفرهم في إفساد المجتمع لذلك يأمر الله تعالى بمجاهدتهم ليس لأنهم كافرون أبدا فالجهود شأنهم ولا إكراها في الدين إنما يأمر الله تعالى بمجاهدتهم والإغلاض عليهم لأنهم كفار بمعنى لأنهم ينشرون كفرهم إفسادا في الأرض انظروا في قوله تعالى يقول تعالى يا أيها النبي يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هنا أمر إلهي بمجاهدة الكفار والإغلاض عليهم وبالمقابل نرى نصر عن مجاهدة الكافرين بصيغة أخرى انظروا في قوله تعالى يقول تعالى فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا لاحظوا الصيغة هنا فالجهاد هنا هو بالقرآن هو بالقرآن من خلال الدعوة فقط والسبب أنهم كافرون وليسوا كفارا يعني كفر الكافر هذا شأنه كفر الكافر هو شأنه والله تعالى هو من يجازيه على ذلك لكن عند تفعيل هذا الكفر إفسادا بين الناس عندها يتم التحول إلى صفة الكفار وعندها لا بد من الوقوف في وجه الكفار حفاظا على أمن المجتمع وسلامته هذا الفارق الذي رأيناه بين صيغة جمع المذكر السالم باسم الفاعل وهي صيغة الكافرين وبين صيغة جمع التكسير الكفار هذا الفارق هذا الفارق نراه جليا أمام أعيوننا في الفارق بين كلمتين الساجدين الراكعين كجمع مذكر سالم باسم الفاعل من جهة وبين الكلمات سجدا السجود الركع من جهة أخرى كلمة الساجدين هذه الكلمة الساجدين كجمع مذكر سالم لكلمة ساجد تصف أشخاص بعينهم كأشخاص تصفهم كأشخاص منصائين لأمر الله وكلمة الراكعين كجمع مذكر سالم لكلمة راكع تصف أشخاص بعينهم كأشخاص تصفهم كأشخاص عائدين إلى الله تعالى هتا الكلمتان لا علاقة لهما بهيئتي الركوع والسجود كهيئتين من هنا ندرك دلالات قوله تعالى لاحظوا ماذا يقول سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لاحظوا ويؤتون الزكاة وهم راكعون هنا نرى كلمة بين قوسين راكعون كجمع مذكر سالم لسم الفاع الراكع نراهب بمحنى وهم عائدون إلى الله تعالى ولا علاقة لها بهيئة الركوع لا علاقة لها بهيئة الركوع وهذا ما نراه أيضا في قوله تعالى يقول تعالى يا مريم يا مريم أقنتي لربك وازجدي واركعي مع الراكعين لاحظوا يا مريم أقنتي لربك وازجدي واركعي مع الراكعين وهنا نرى كلمة الراكعين نراها جمع مذكر سالم لسم الفاع الراكع فمعنى واركعي مع الراكعين هو وعودي لربك مع العائدين بينما الكلمات سجدا السجود سجدا السجود الركع فإنها هذه الكلمات تصور لنا هيئات هذه الكلمات تصور لنا هيئات تتعلق بما هي الركوع والسجود كهيئتين متعلقتين بما يحمله السياق النصري لننظر في قوله تعالى يقول تعالى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أيضا لننظر في قوله تعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هنا الحديث عن الأشخاص كأشخاص ومن المعلوم أن موسى أكثر أهمية من هارون ذلك نرى تقديم موسى على هارون لاحظوا رب موسى وهارون ونرى صيغة جمع المذكر السالم لسلفاعل لاحظوا ساجدين لاحظوا وألقي السحرة ماذا ساجدين وألقي السحرة ساجدين يعني في هذين النصين الكريمين السياق يتعلق بوصف الأشخاص سواء بالنسبة لموسى وهارون أم بالنسبة للسحرة لذلك نرى الصيغة ساجدين المتعلقة بالسحرة نرىها كصيغة جمع مذكر سالم نسم الفاعل ساجد لأن الوصفة هنا لا يتعلق بما هي هيئة السجود كهيئة إنما يتعلق بالسحرة كأشخاص ونرى تقديم موسى على هارون لأنه في الجانب الشخصي موسى أعلى من هارون لكن صلة التفاعل بين موسى وبين بني إسرائيل هو هارون هارون عليه السلام هو صلة التفاعل بين موسى وبين بني إسرائيل كونه أفصح لسانا وهيئة السجود كهيئة تعلمها الناس أنا ذاك من هارون كونه هو الذي ينقل لهم هيئات التفاعل مع شعائر المنهج لذلك نرى أنه حين الحديث عن هيئة السجود كأيئة نرى صيغة جمع التكسير لاحظوا سجدا لاحظوا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى آمنا برب هارون وموسى ونرى تقديم هارون على موسى لاحظوا قالوا آمنا برب هارون وموسى وكل ذلك يتعلق بكون السياق النصي يتعلق بتصوير السجود كهيئة قام بها السحرة وتتجلى هذه الحقيقة أمام أعيننا في النصين الكريمين ظروا في قولي تعالى قولوا تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أيضا يقول تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود هنا نرى أن الكلمات للطائفين أيضا والعاكفين أيضا والقائمين نرىها ترد بصيغة جمع المذكر السالم لسم الفعل لتعني الأشخاص كأشخاص يقومون بفعل الطواف والعكوف والقيام ونرى حرف العطف بين هذه الأمور لاحظوا للطائفين والعاكفين فالطواف غير العكوف أيضا لاحظوا حرف العطف للطائفين والقائمين فالطواف غير القيام لكن حين الحديث عن هيئتي الركوع والسجود كهيئتين داخل الصلاة الواحدة نرى الصيغة لاحظوا والركع السجود والركع السجود وفي هذه الصيغة نرى الأمور التالية يعني في هذه الصيغة والركع السجود نرى الأمور التالية أولا نرى تقديم الركوع على السجود فمن المعلوم أن هيئة الركوع تسبق هيئة السجود ثانيا نرى عدم العطف بين الركوع والسجود فهيئتا الركوع والسجود والسجود هما في إطار صلاة واحدة ثالثا نرى صيغتي جمع التكسير لاحظوا والركع السجود والركع السجود الله تعالى لم يقل والراكعين والساجدين إنما يقول والركع السجود فالأمر هنا يتعلق بهيئة الصلاة كهيئة بدأنا نقول علينا الوقوف عند تصريف الكلمة فتصريف الكلمة يتعلق بدلالاتها التي تحملها وعلينا النظر في دلالات جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه هذه الكلمة وعلينا النظر في السياق النصي المحيط بهذه الكلمة وذلك لكي نبحر بشكل سليم في أعماق دلالات نصوص كتاب الله تعالى إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أدعكم بحفظ الله تعالى ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر